وانت شخصيان من نفس انت شلحت على طول وقت تبقى نفسنا على اللي بيشتغل احسن او بيمثل احسن زي مين او عمل دور حلو مين بيمثل كويس بيتطور يعني الاخر مرة نفسي فيه على دور عجبك كان نفسك كان فيه نفسنا جامدة يعني مؤخرا يعني مؤخرا منا شلبي في شغلها الاخير بقت نضجة يعني يعني احساسها حلوة وعنيها في التمثيل بقت حلوة والصمت عندها احلى من الكلام وبتنطقي وبتبزي الجهد في الاضوار اللي بتعملها فدي انا لو نسميها الغيرة نفسنا اه بدأتها نفسا على شطرتها مين ممثلات شايفان موجودين في المشهد لا يستحق انهم يقفوا قداما الكاميرا بصراح لا يقفواش قداما الكاميرا عساسا اه فيه طقم جديد كده طالع طقم طقم مش واحدة طقم يعني ملهمش اي لازمة زي مين ولازم يعني لو عايزين يكملوا يعني لازم تاخد ورش وانت يشتغل والشعر الاصفر ولا الشعر الاسود مش كل حاجة والجسم الحلو مش كل حاجة ولبس البرندات مش كل حاجة وانك تغيب تعملي في وشك مكياج خمس ساعات مش كل حاجة والناس حب بصلك دلوقتي انك الله بنت حلوة بس بعد تالت رجل زي مين لأ ما انا مقدرش اقول اسامي لان حيزعلوا لانه لسه طلعين برضو لانت جريئة بتقولي كل حاجة لأ بس مش مش وقحة يعني او مش جريحة المشاعر يعني طب تنصحي مين بايه يعني قولي الاسم لازل كتير لازل كتير لازل كتير كويس جدا بالنسبة انها تعمل مسلسلين وفيلم ازاماتها الاخيرة لأسيرة الفترة اللي فاتت دي هو يعني انا رانيا انصحة ان هي يكون معاها حد يكون امين عليها يعني كنترولينج عليها حد يكون مدير اعمالها حد من قريبها في ناس كتير من خلين قريبهم معاهم لان رانيا بتسمع كلام الكوافير وكلام المكير وكلام المخرج وكلام جزه وما بتسمعش كلام رانيا يعني رانيا بتسمع كلام الناس اكتر فلازم حد يقولها لا هتسمعي كلام فلان وفلان وبس يعني فهم قصدي يعني حد يقولها البسي مقفول تلبس مقفول البسي مفتوح هتجنيني هتبقي رهيبة يعني بتنقاط شوي رانيا عندها الانقياد فلازم يكون عندها مدير اعمال قوي وهي مش نايصة حاجة هي بقولك معدل انتاجها السنوي كويس جدا وخلاص هي بطلة ومحتلة مكان مهم فلازم حد يقود مساريتها شعرها لبسها الفوتوغرافية بتاعتها ده كده موجود برا وموجود هنا برضو في مصر هل في تنازلات؟ اه طبعا في تنازلات الايمال بس هو دايما لمفهمنا عن التنازلات انها تنازلات ليه علاقة بالحاجات الأدابي الأخلاق اه في تنازلات مؤلمة زي ايه؟ انك تتنازل عن حلمك الحلم ده أهم حلمك انك تعمل الدول الفلاني بالشكل الفلاني انك تمثل بالطريقة الفلانية تفاجأ اه انا تنازلت تنازلت عن حاجات كتير تنازلت عن راحتي تنازلت عن هدوء النفسي وهدوء الأسري تنازلت عن كوني ان انا بقى ستة مستقرة هدية كده عايش حياة طبيعية ودي حياة طبيعية اللي انا عايشيها دي مش حياة طبيعية مساحتك ايه؟ مساحتك مساحتي؟ اه يعني ايه مساحتك؟ يعني الناس دايما بيكون دايما عليك كده اه في المدخين في المساحة بتاعتك ما عندكش المساحة الشخصية يعني شوف حتى هي فهمها طول وقت حياتك مقتحمة ما عندكش حاجة بتاعتك ما عندكش تمشي براحتك السوشيال ميديا أدرتك أكتر من أفايتك هي طبعا مضرة للفنانين والمشاهيل لأن الناس يستمش فهمها